بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وصحة وعافية صحة وعافية النهاردة هنتكلم عن قيام الليل ناس كتير في رمضان يعني يغضب الشق الأول وهو صيام النهار ويتغفلوا عن قيام الليل ما يعرفوش ان قيام الليل ده من أهم الفوائد اللي بتعين على هضم الطعام تعالوا بنا نشوف قيام الليل ماذا يفعل أو صلاة الترويح ماذا تفعل بالغزاء اللي بنتناوله في وجبة الإفطار قيام الليل أو صلاة الترويح في أغلب المساجد وأغلب البلدان بيكون بعد صلاة العشاء بقليل بنقول الطعام اللي بيمكس في المعدة بيقعد له حدود من 4-6-8 ساعات الإنسان بعدما يأكل بيكون بيشعر ببعض الامتلاء احنا بنتكلم عن الإنسان الطبيعي انه مش يأكل بالتخمة لا أكل طعام يعني التلت وتلت وساب التلت للنفس أثناء المش والحركة يقدر يتنفس ويقف بينها دي الله حركات القيام وبنقول يعني لو الإنسان هيصلي حتى يتم مع الإمام يعني مش يصلي ركعتين ويقولك أكمل الباقي في البيت لا احنا عايزين نتشجع ان احنا نتم الصلاة مع الإمام الحركات اللي الإنسان بيقوم بيها وهي من قيام مستوي انت في هذه الحركة بتحقق ما يعرف بالقوام الجيد عضلات بتشتغل اسمها عضلات مضادة للجاذبية الأرضية عضلات البطن والظهر وعضلات السقين بتكون في وضع الاستواء رفع الإيدين بيحرك الكتف وضع الإيدين على البطن بيقنبه ما يعرف به الطاقة الإيمانية ويبدأ الإنسان يركز هنا بيتشغل معه تمرينات ذهنية التركيز في الصلاة وان انت بتقول ايه والخشوع في الصلاة ان انت تستشعر كل حركة مش ان انت مجرد بتقوم ببعض الحركات دون أن تعيها بنقول الحركة الانتقال من وضع الوضع ده مستلزم من جسم الإنسان طاقة حركية أهمها ان الإنسان بيغير مركز الثقل للأمام في وضع الركوع مركز الصيخة لما بتنقل للأمام بيخلي عضلات الظهر في حالة من الاستطالة وجد علماء أسبانيا اللي تخصصوا في ألام الظهر عملوا تمرين اسمه لابريجاريا مومتانا مومتانا لابريجاريا مومتانا ده باللغة الأسبانية معناء الصلاة المحمدية سبحان الله هم توارسوها من أجدادنا عندما كان الإسلام يحكم الأندلس أما كان الإسلام في الأندلس شافوا المسلمين بيقفوا ويركعوا ويسجدوا بدأوا يتوارسوها وجدوا أن ألام الظهر تزول بمجرد أن الإنسان يقف معتدل وينزل مستوي يركع مستويا وحتى يطمئن كلمة الإطمئنان دي كتير من الناس ما يقول لك أنا بس هصليلي هخطف لي كم راكعا بيحصل استطالة في عضلات الظهر بتبقى فيها شرف للمؤمن كتير من الناس محرومة من الركوع والسجود كتير من الناس مبعدون ربنا سبحانه وتعالى مش عايزهم لأي أنت خليك من الناس مقبلة على الله فيقبل الله سبحانه وتعالى عليك وانت واقف في الصلاة مش هتعالى الدقائق بس الدقائق دي تخيل الأجر العظيم والأجر الدنياوي أن أكلك بيتهضم أنت دلوقتي قاعد في حالة من الخمول والتعب مجرد ما تبدأ تشغل عضلاتك عضلات الإيدين والرجلين والضهر والبط وتبدأ تغير من وضع الوقوف للركوع للسجود ومن السجود للجلوس كل ده بيضغط على هذا الطعام بينبه الأكل اللي بيتهضم وتنبيه الأكل اللي بيتهضم هتجد أن الإنسان أولا الناس اللي عندهم امساك مزمن وعندهم مشاكل ربنا سبحانه وتعالى بالحركات الصلاة بيعينهم على هذا الداء الشديد وبقول الشديد ليه؟ أنه ده بيسبب كثيرا من الأمراض ويمكن ده نتناوله في حلقة مفرادة عن الإفراد في اللحوم قيام الليل مش بس بيساعد على هضم الأكل بيساعد على امتصاص الطعام وبيساعد أيضا على تدفق الدم لمنطقة الرئتين الناس اللي مش قادرة تنفس كويس وتدفق الدم في الرأس في السجود الناس كتير يقولك أنا زاكرتي بدأت تضعف وبس سبحان الله جدي زاكرته زي أنا زاكرتي ضعفة وجدي طبا ما بيقولي الكلام ده لأن جده مداوم على الصلاة ووضع السجود السليم لكن هو ده إذا صلت ليه بينقر الصلاة الشاب اللي يقولك والله أنا بقى أنسى حط الحاجة فين وأنساها نقول إن الدم اللي بيوصل للمخ اللي بيتدفق ليه مراكز الزاكرة مش كفاية إنما الجد اللي تعود على الصلاة السليمة ربنا سبحانه وتعالى أكرمه أكرمه بوقاية وبحماية أكرمه إن اللي ما بقاش عنده تخمة ولا وجع في القلب ولا في المعدة أكرمه إن الدورة الدموية في السقينة حسنت بدل ما يفضل قاعد قدام التلفاز ومعاها الروموت كنترول ممكن يجيله جلطة من كتر الأعاد لا ربنا سبحانه وتعالى جعله يقوم ويجلس ويقعد هذه الصلاة فيها فوائد عظيمة جدا خاطب إخواني وأخواتي إياكم أن تتركوا هذه الصلاة المباركة حتى في البيوت النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في المسجد وصلىها في البيت ولكن لا تتركوها لأن فيها فائدة عظيمة الفائدة الأولى أننا على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسير والفائدة الثانية أن الله يمنع لنا بالصحة والعافية اللهم أمين وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعفو عن كل مبتلى وأن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك وأن يتقبل مننا الصيام والقيام وض النظر وحفظ اللسان اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة